ميزة دايناميك ايلاند الجزيرة العائمة لهواتف الاندرويد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشهلا طيبين واموركم طيبا طبعا التطبيق الصيني ده بيخليك انك تعمل دايناميك ايلاند او دايناميك ايلاند في الهاتف بتاعك بكل سهولة و بشكل جميل لحظت التطبيق ديرن افضل من تطبيقات تانية باللغة الانجليزية هو طبعا باللغة الصينية محتمال يكون معقد حبة لبعض الناس لكن اجعاراته وطريقته افضل بكتير من شنو من اللغة الانجليزية او تطبيقات التانية طبعا التطبيق قدامنا نقوم نفتح التطبيق طبعا حديق الخيار ده حضرت هنا بالجمع اللي هو حديق اللي هو يعني تعليمات التعليمات والتفاصيل حول بالصيني ما عندنا ما شغل حديق الواجهة دي كويس ركز معي هنا اول حاجة قبل ما نبدأ هنا دفت حط تطبيق اذا ضغط على تطبيق يفتح لكن قبل ما نفتح تطبيق لازم نديه الصلاحيات بتاعة الوصول وضحت الفكرة كويس كيف نعمل صلاحيات الوصول نمشي اول حاجة نقول لي للضبط الضبط وين الضبط هنا الخيار ده وممكن عادي تعمل له فتح اذا ضغط على الفتح هنا الخيار ده طوارح يجب لك الغايمة اللي هو الخيارين دي تضغط على الخيار ده ده برضه فوق الصلاحيات بتاعة الوصول نشوف صلاحيات شنو نضغط عليه بدين الصلاحيات دي فيه تلات صلاحيات فوق وهنا في زي صلاحيات ثلاثين تعملهم وفي اثنين ما عندك بمشغلة اول حاجة نمشي للخيار الاول اللي هو امكانية الوصول نضغط عليه بتجيك في امكانية الوصول طبعا حسب نوع جهازك تمشي هناك في الخدمات تلقي الخدمة بتاعته هنا الصينية تعمل لها فتح فعلناه ده الخيار الاول نمشي شو بعد كده الخيار الثاني اللي هو التطبيق يصهر فوق التطبيقات الوهرة تعمل ليه فتحي برضو نمشي بعد كده الخيار الثالث اللي هو بتعالج عارات طبعا تطبيق حداز فالحاجة تضغط عليه تعمل ليه سماح كده احنا فعلنا الثلاثة خيارات الاولى نمشي بعد كده الخيار الرابع اللي هو انه يكون مشرف على الجهاز تعمل له تفعيل هنا طبعا البطارية انه يستخدم البطارية في الخلفية لو حبي عشان يقدر يشتغل في الخلفية خويس الخيار ده ما عندنا بيو شغلة اللي هو ده والخيار الاخير ده ده بيشنو بوقف الخدمة ادي تعتى البطارية عشان كده الخيار الاخير ده ما تفعلوا ليه بعد ما عملت الموضوضة كله نمشي بعد كده نشوف ضبط التطبيق في داخل التطبيق تضغط هنا على العلامة دي هنا في الضبط نضغط على لاحظ معي عنده خيارات مكفولة وخيارات مفتوحة الخيار الثاني ده ده لو انت فعلته ده بيخلي في ايكونة موجودة الايكونة دي شنو تصهر ليك بعد ما شنو التطبيق بتاعك تفعله فعنا التطبيق هسهر ليك هنا ايكونة لونة بالاسود هتكون ظهر ليك هنا ممكن تتحكم فيها بعد كده انو تضغط في الوسط كده واحظ معي الخيار التحدي ده هنا ممكن تتحكم في حجمة كبيرة ولا صغيرة الخيار ثاني البجاي ده بيخليك انك تكبير الاسفل ولا اعلى اخر خيار عندنا ده بيخليك تنزيله الى اسفل او في اي منطقة انت حاب تخدها فيه تحكم في الحتة دي يعني هنا طبعا التست لو حاب تشوف التست بتاعه كده يعني حديك طبعا السماعات والاشعارات والبطارية وبرضو التحكم في السود وغفل الشاشة وكده يعني اضبقات كديره طبعا فيه قميزة في بعض اضبقات ثاني ما فيه نمشي نشوف الخيار الثاني لاحظنا انه هنا فيه ثلاثة خيارات تركز معي ده الخيار بصهر ليك اول واحد ده اضبطنا وسي هنمشي الخيار الثاني وهنمشي الخيار الثالث نشوف والحاصش في الخيار الثاني لاح تفعله كويس بعمل شنو الخيار الثاني ده اه في الخيار الثاني هنا بيخلي انه النقطة الفوق دي باللون الازرق ممكن تكفلها تكون باللون اسود بعد ما فتحتها ممكن تعملها شفافية هي تقف خفيفة ولا تقيلة لو حبيها ممكن تقف ماء في كل وكل ممكن تقف موجودة نمشي الخيار الثالث هنا بتحكم ليك في حجم الجعار ذاته البجي الطول والعرض وكذا يعني هالخيار الثلاثة ممكن تضبط انت زي ما انت داير لكن يتحكم ليك في حجم الجعار زي ما انت داير بعد ما خلصت الكلام ده نمشي هناك جميلة اللي عملناه وقلنا فعلنا الخيار الثاني وقلنا الخيار ده فعلناه بيخلي النقطة الصودة دي اما تكون موجودة او تكون ما فيش كويس طبعا ده لو ادت عندك كاميرا لو ما عندك كاميرا ممكن تخفيها كل وكل يعني تكون كده ما فيش ممكن تخليها موجودة الخيار الفوق الهين دا كويس دا بيخلي الاجعار بتاعك بيصهر ويشغلك موسيغة او كده يكون شكلها ظاهر فوق عندك وممكن تخفيها طبعا لو اشتغلك موجودة الموسيغة زي ما هذا ظاهر ممكن تعمله سحب يكون قاعد وممكن تعمله سحب تاني يختفي كل وكل من الشاشة لو يتحبه طبعا الخيار ده ده هو وزاته الصلاحيات يعني انت ممكن تضغط عليه وتلقى فوقه شنو الصلاحيات احنا ما دايرينا ده فوقه الصلاحيات الجميل فعلناه هنا عندك تطبيقات لو حابه اللي هو الخيار ده بعد ما عملنا الكلام ده بعد كده التطبيق عادي يشتغل عندي اه وصلت شاحن وصلت سماعة اه افجاج اشعار اي حاجة بيصهر معك في حاجة التطبيق فوق بيكون ظاهر عندك هنا لو حابه تخفيفه فوق من الاشعارات تضغط على الضبط البجنبه ده بعد تسحب تعمله ويخفاء تنزل هترجع انه شنو بيقى عندك ما زيه هو شغال لكن ما زيه كده احنا فعلنا التطبيق وان شاء الله امورك طيبة طبعا ممكن يجيك تحديس كل فترة حاجيك من داخل التطبيق ذات وتعمله وتحديس لان طبعا النسخة القديمة كان فيها بعد المشاكل او ما كان مطور لكن رس بيقى تشونه بشكل افضل في الخدام لو الفيديو عجبك عمل ليه لايك ولو ما عجبك عمل ليه لايك ولو ما عجبك عمل ليه لايك ووريني السبب وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر